هو لو حطينا عنوان عام لمباراة أهلي وبيرامدز مبارح هو أن النادي الأهلي كسب المباراة قبل ما يتبع بها قبل ما يروح سادة الدفاع الجوي أصلا بمساعدة إدارة نادي بيرامدز إدارة بيرامدز حاولت تنقل ضغط أو تحط الضغط على النادي الأهلي وجماهيره فرفعت سعر التذاكر بما أن هي المسؤولة عن سعر التذاكر المباراة لأنه هو النادي صاحب المباراة علشان تحرب النادي الأهلي من أهم مميزاته هو وجود جمهور فهنا كانت دور جمهور الأهلي اللي بيأكد هو وجمهور نادي الزمالك كل الجماهير الكبيرة ما بتتعنيتش جماهير القدية الكبيرة ماينفعش تتعينت فتم شراء جميع التذاكر رغم رفع الأسعار للضعف طبعاً إدارة النادي الأهلي تدخلت ووقفت مع الجماهير وسددت جزء كبير من أسعار التذاكر فتنقل الضغط هنا لنادي بيرامدز لأنه بدأ أنه هو بيلاعب النادي الأهلي بجمهوره بلاعب النادي الأهلي وجمهوره متحفز 200% ولعبة النادي الأهلي متحفزة أكتر لأنه أنت حاولت تضغط علي وبتوصل الرسالة لأنه بدون جمهوري مش هادر أكسبك ده دي البدايات للمباراة خلينا بقى في التحليل الفني للمباراة نفسه التحليل الفني هو مستر كولر بلاعب المباراة بأسلوب مختلف تماماً هو كان كل المتوقع أنه هو في بداية المباراة هو مش مطالب منه أي شيء هو كسب المباراة الزهب ومش هو اللي عليه الضغط ككورة كمان بعيداً عن ضغط اللي قبل المباراة ليه؟ لأن بيرامدز هو اللي متصدر هو اللي عايز يرجع تاني بعد خسارة مباراة الدور الأول فكان من المفترض والمتوقع أن مستر كولر هيسيب الكورة لبيرامدز ومش هيضغط هو اللي عليه ضغوط أكتر هو بيرامدز اللي عليه ضغوط أكتر وأنت اللي مطالب تهاجم فأنا هسيبك تعمل اللي أنت عايزه وأنا هستغل لأخطائك كولر لعب على العكس تده يضغط من أول المباراة دفع بلعبته بقى بيضغط بكل خطوطه من أول دقيقة من أول عشرين ثانية في المباراة الأهلي بيضغط الأهلي بيلعب على مفاتيح لعبه وعلى أخطاء لعبة بيرامدز لو ما بنشوف هنا في الكورة من الكور بنشوف في دقيقة 18 النادي الأهلي بيرامدز بيحاول يقفل خطوطه ويحاول يضيق الملعب على الأهلي وكولر بيجبره إن هو يفتح الملعب في وجود 1, 2, 3, 4 أربع لعبة من النادي الأهلي في الخط دفاع بيرامدز دي كورة الهدف دي كورة الهدف لا دي مش كورة الهدف لا دي كورة دي الكورة دي بتتلعب هنا المروان عطية تمام بنشوف هنا إمام عشور وريضا سليم وسامة أبو علي وحسين الشحات كل واحد من اللعبة سواء يعني رضا سليم هناك في الآخر على اليمين مش مراقب إمام عشور هيبتدي يتحرك في الصورة اللي بعدها يبتدي يتحرك للقلب بص بيتحرك هنا إمام عشور ده جزء من شغل كولر ده ملوش علاقة باللعبة ده شغل كولر إمام عشور هنا بيتحرك بيجبر اتنين من لعبة بيرامدز مركزين معاه اللاعب مهند لاشين اللي ورا مركز مع الكورة بصوا وراهم هتلاقي فيه رضا سليم هنا غير مراقب فيه هنا وسامة أبو علي غير مراقب تحت خالص في الصورة واضح ضله هنا حسين الشحات كمان غير مراقب فأنا أجبرتك أن أنت تتحرك بالطريقة اللي أنا عايزة مش بالطريقة اللي أنت عايزة في الكورة دي بتتلعب لإمام عشور في الصورة اللي بعدها بنقلب هنلاقي إمام عشور بيستلم الكورة هنا خلاص طلع كمان النحية التانية كريم فؤاد بيت النادي الأهلي بيعنده خمس لعيبة في الخط الدفاع كريم فؤاد رضا سليم وسامة أبو علي إمام عشور أكرم توفيق عفوا وحسين الشحات فهنا أنا ضغطتك من الدقائية الأولى أجبرتك على أن أنت تلعب بالطريقة اللي أنا عايزها أنت حاولت تقفل الملعب المدرب بتاع بيرامدز يوريتش حاول أنه هو يديق المساحات على النادي الأهلي ويجبر الأهلي أنه هو يلعب في العمق لكن الأهلي قدر أنه هو يستغل العمق لمصلحته ويستغل أنه هو وجود أجنحة قوية والمساحات في ظهر لعيبة بيرامدز ونكمل للصورة اللي بعدها هنا الكرة رجعت من إمام عشور لمروانه أعطيها تاني عفوا لمحامل عبد المنعم في رضا سليم في الآخر برضو بتتلعب له الكرة التولية الكرة دي ما كملتش تقريبا في الصورة اللي بعدها موجودة ما كملتش لرضا سليم لا مش دي الصورة تانية أعتقد موجودة في كل هجمة الصورة اللي قابلة دي الكرة تلعبت لرضا سليم رضا سليم بيتبادل مرر بص الكرة لوسامة أبو علي هنا بعد الكرة دي بصها لوسامة أبو علي لو وصلت لوسامة بالطريقة المناسبة رضا سليم فرودو